نروح لنادي الزمالك السلاسي المصري في الجهاز المعاوكر لنادي الزمالك الكابتن أسامة نبيها، الكابتن أحمد عبد المقصود والكابتن حسين ياسر المحمدي بيدرسوا التقدم باستقالتهم لرفع الحرج عن مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي في الوقت الحالي لو تسمع نصيحتي لا مطلوب إن حد في الزمالك يفكر في الاستقالة ولا مطلوب من حد في الزمالك أنه يبقى غاضب ولا مطلوب من حد في الزمالك انه يبقى متدايق ولا لا متدايق سيبوا يتدايق شوية ولا مطلوب حد من الزمالك يعمل أزمة أو مشكلة دلوقتي ده لم الأوراق لم نفسك لم نفسك بسرعة فرقة لم نفسها جهاز الفني العيبين تقدر تستعيذ بعض من قواك بتاعت الموسم الماضي دلوقتي مش وقت بعترة وهي أصلا الدنيا مبعترة فأنت تلحق نفسك طيب الزمالك بالمناسبة برضو وده بنفس الصدد اللي أنا كنت أتكلم فيه الزمالك بيدرس التغيس قرار بخصمة 10 إلى 15% من المستحقات اللاعبين بعد الخروج الأفريق أنا بس هرجع للنقطة صفر اللي كنت لسه بقولها من شوية لا اللاعبين يتحملوا المسؤولية الوحدهم ولا الجهاز الفني الوحده ولا الإدارة الوحده التلاتة مشتركين التلاتة وبالتالي مش هنبسك في اللقيبة وخلاص وخلاص يعني طيب دي كانت أخبارنا